أعلنت الكنيسة القبطية الأرثدوكسية في بيان لها أنه بخصوص كنيسة القديس الأنبابي شوي بالمينيا الجديدة وحادث الحريق الذي طالت دور الأرضي بها توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الدي في آر إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التي كان يله بها طفلان من أبناء الكنيسة وذلك عن غير قصد منهما وأوضحت الكنيسة أن النيابة العامة استدعت الطفلين وأسرتيهما وتم سؤالهما وأقر بما ظهر في التسجيلات المصورة التي أظهرت في تفريغ الكاميرات وأكدت الكنيسة القبطية الأرثدوكسية أن النيابة العامة قامت بواجبها على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية سواء في التحريات أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية مما ساهم في إجلاء حقيقة الحادث هذا وقد ناشدت الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تماما عن الحقيقة وإلى محاولات التشكيك المغرضة